موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد اللقاء بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج مقاصد تدور حلقة اليوم على العلاقة بين الدين والأخلاق نطرح أسئلة في هذا السياق عن تعريف الأخلاق وعن مصدرها هل هو الدين أم العقل أم العرف المجتمعي وهل الأخلاق ثابتة أم متغيرة ثم نتطرق إلى منزلة الأخلاق في مقاصد الشريعة الإسلامية أهلا وسهلا للحديث عن هذا الموضوع سعودي نترحيب بالأستاذ سامي الساعدي عضو مجلس الأمناء في هيئة علماء ليبيا أهلا وسهلا بكم بداية يعني الناس تتحدث كثيرا عن الأخلاق سواء العلماء المفكرون العوام دائما موضوع الأخلاق ما هي الأخلاق هل هي فكرة هل هي فعل معين هل هي تصور ما هي الأخلاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه من ولا وبعد بحييك استجهاد أهلا وسهلا ومشكور على طرح هذا الموضوع المهم التربوي الحضاري مسألة الأخلاق طبعا مسألة شغلت بال الكثيرين منذ القدم حتى قبل الإسلام والفلاسفة الذين يعنون عادة بتعريف وتحديد ما هي المفهومات ولو كانت بدهية أو مسلمة ويفصلونها تفصيلا ما هي الأخلاق الذي استقر عليه رأي علماء المسلمين هو أن الأخلاق في أصل معناها ليست الأفعال الظاهرة وإنما الأفعال الظاهرة نتيجة لشيء راسخ في النفس سجية وطبع متأصل في النفس تنبعت عنه هذه الأخلاق سيئة كانت أم حسنة ولهذا الجرجاني في تعريف الأخلاق يقول أو الخلق هو هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بدون فكر ولا روية سجية نعم وهذا يردنا إلى الاشتقاق المادة الخاء واللام والقاف الخلق يعني أو الأخلاق وعلاقتها بالخلق أو بالخلقة الآن خلقة الإنسان شكله بنيانه الجسمي ملامحه وجهه هذه أشياء عادة يعني الأصل أنها تابتة يعني جزءا من بدنه فهذه السجية التي في النفس أو الجبلة أو الطبع يصبح عادة متأصلة كأنه جزء من بنيانه الخلقي أو الجسماني يعني ولهذا يقول هو نفسه في التعريف يقول ولهذا مثلا إذا جئنا لخلق السخاء الكرم والإنفاق والجود لابد أن يصدر حتى نقول أن هذا من خلقه الجود على وجه الكمال والإطلاق لابد أن يكون ينبعث هذا الرجل إلى الإنفاق بدون تكلف ومجاهدة خلينا نقول المجاهدة طبعا طريق سنأتي كيف تكتسب الأخلاق أو مصادر الأخلاق منها التمرن والمجاهدة لكن لا يكون خلقا له حتى يستقر عليه نفسيا وسلوكيا ويندفع إلى الإنفاق بدون معالجة وبدون صراع كما نقول ولا يكون ذلك كما يقول الجرجاني وغيره ممن نقل عنه يعني لا يكون ذلك على وجه الندور يعني ليس مرة مرة ينفق لا هو دائما هذا خلقه سيمته وحاله وديدنه هنا نقول هذا الرجل من خلقه السخا هذا مبني على التعريف هذا تعريف الإسلام من الأخلاق نعم نعم علماء الإسلام نعم وبعدين ينتج عنه السلوكيات الحسنة ينتج عنه الممارسات الطيبة الخلق الحسن يعني ينتج عنه الآداب يعني الآن الطبري لما يتكلم قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم يقول أدب عظيم يعني جانب الأدب اللي تكلم عنه علماؤنا الذي قدموه أحيانا على العلم والإمام مالك عندما أرسلته أمه وهو صبي ليذهب إلى حلقة شيخه ربيعة قالت له قال عممتني أمي وقالت لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه ولهذا كان السلف صحابة فمن بعدهم والعلماء والآئمة الكبار يقولون كنا نتعلم السمت يعني اللي هو الأدب حتى طريقة الحركة طريقة الجلوس طريقة النظر كيف يخاطب العالم كيف يخاطب الأب كيف هذا يعني جزء جزء هذا أو ثمرة من تمار هذه الهيئة الراسخة في النفس التي صارت جبلة وطبيعة في الإنسان هذا يعني باختصار مفهوم الأخلاق لكن ما قاله الجرجاني بحسب ما نقلته أستاذ سامي أن الأخلاق هي طبع في الإنسان هي فكرة قبل أن يصدر أي فعل يعني في الأصل لكن هذا قد يتعارض للمتابع أو للقارئ قد يتعارض ظاهرا مع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فربما يكون الغضب حالة متأصلة في الإنسان لكن ينبغي أن يمسك نفسه عند الغضب وبالتالي يعني يكتسب خلق أو صفة الشدة أو الشجاعة إلى آخره ألا يجي التعارض بينهم وفي هذا السياق يقول الإمام أبو الحسن الماوردي الذي أرجع تشكد الأخلاق كلها إلى أصلين تنبثق عنهما وهي الطبع والتطبع هل فمت رابط هنا بين هذا وذاك؟ صحيح هذا يعني هناك خصال مطلقة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة فإذا ضبطت بالضوابط الشرعية صارت حسنة وهذا كلام الماوردي فعلا يعني الطبع والتطبع يعني إذا تركت هذه الخصلة الطبيعية في كل الناس يعني منطلقة منفلتة بدون ضوابط ستؤدي بك إلى كما يقال النفس السبوعية والاعتداء على الآخرين والصيال عليهم وحب امتلاك ما في أيديهم هذا يصبح شر يصبح خلقا دنيئا وسيئا ينتج عنه سفك الدماء ينتج عنه الاعتداء ينتج عنه أكل حقوق الناس بالباطل لكن إذا ضبطت يعني الآن الشجاع لابد له من غضب لكنه غضب إذا ضبط بالضوابط الشرعية والخلوقية يكون حسنا ومحمودا فهو لا يخرج عن هذه الخصلة إذا ضبطت تصير هيئة راسخة في النفس وهي محمودة بهذا الانضباط لكن إذا تركت يعني منفلتة بدون قيود ولا ضوابط فهي خلق دنيئ لأنه سينتج عنها أفعال دنيئة باتفاق العقلاء مسلمهم وغير مسلمين باتفاق العقلاء هذا ربما في المحور الثاني سنبحث عن مصادر الأخلاق وربما نتطرق قليلا إلى موضوع التحسين والتقبيح ربما يكون مرتبطا بهذا الموضوع لكن قبل ذلك أستاذ سامي يعني إلى أي مدى هناك تداخل في العلاقة ما بين الأحكام والعبادات وما بين الأخلاق نعم يعني هنا لابد أن أشير إلى أن للدين مثلا إذا قلنا الدين والخلق ما العلاقة بينهما مثلا لابد أن نبين هنا ونذكر أن للدين معنيين هناك معنى خاص عندما يطلق يتبادر إلى الدهن الشعائر التعبدية والعلاقة بين العبد وربه وهنا يحسن عطف الخلق على الدين لأن الدين يختص بجانب المعاملة مع الله سبحانه وتعالى والخلق يختص بجانب المعاملة مع الناس وهنا يقول نبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث الصحيح الذي يروي الترمذي وغيره في السنن إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فهل هنا الدين غير الخلق نقول إذا كان المقصود بالدين هنا المعنى الخاص فهو كما قلنا يعني ترضون علاقته بالله من محافظته على العبادات والشعائر وخلقه لأن أحيانا الإنسان يكون متعبدا ولكنه سيء الخلق مع الناس كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك المرعة قالوا له إنها تقوم الليلة وتصوم النهار إن فلانة تقوم الليلة وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار لأن هنا الدين بالمعنى الخاص انفصم عن الخلق وهو معاملة الناس لكن إذا كان الدين بالمعنى العام فيدخل فيه الخلق قطعا وحتى لو فسرنا هذا الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه أن الدين بالمعنى العام فيكون عطف الخلق على الدين هنا من باب عطف الخاص على العام لا يقتضي مغاير الكلية كقول تعالى مثلا فيهما فاكهة ونخل ورمان من كان عدوا لله وملائكته وجبريلا وميكائلا يعني جبريلا وميكائل من الملائكة فهذا من باب التنويه والتأكيد على أهمية الخلق ومنزلته في الإسلام الآن إذا نظرنا للعبادات الأركان الأربعة بعد الشهادتين ما علاقتهما بالأخلاق؟ الصلاة الآن هل هي أمر تعبدي لا نفقه له حكمة؟ لا ربما في بعض التفصيلات لماذا الظهر أربع ركعات؟ لماذا الإشاء أربع ركعات؟ لماذا المغرب ثلاثة وليس أربع؟ هذا أمر لا مدخل للعقل فيه ولكن ثمرة الصلاة ما هي؟ الصلاة مدرسة أخلاقية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولهذا في قوله تعالى لما حكى لنا قصة شعيب مع قومه عندما أمرهم بالتوحيد وبأن يعني يوفوا الكيل والميزان ولا يظلموا ولا يطففوا الكيل والميزان ويا قومي أوفهم قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آب ما علاقة الصلاة بالمعاملات المالية كما يقول الآن من يريد فصل الدين عن الحياة فقال سفيان رحمه الله تعليقا على هذه الآية يا شعيب أصلواتك تأمرك قال إي والله تأمره وتنهاه يعني الصلاة مدرسة تأمر بالخير والمعروف وتنهى عن المنكر ولهذا المداوم على الصلاة لا سيما إذا كانت بآدابها وخشوعها هذه الصلاة تهذب خلقه ولهذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يعني وإن كان الحديث يعني تكلم فيه بعض يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل له إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرقة قال سينهاه ما تقول هذه الصلاة الليل إذا داوم عليها لا سيما ما نحافظ على لبها وهو الخشوع ستنهاه عن السرقة فهذه الصلاة إذا جئنا إلى الزكاة الآن الزكاة هي نعم فيها إعانة للفقير هذه حكمة ظاهرة ربما من أظهر الحكم يعني تكافل بين الطبقات المجتمع لكن فيها تطهير للنفس خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم إذا الزكاة لها ثمرة أخلاقية الركن الثاني بعد الشهادتين يعني لها ثمرة أخلاقية ولهذا كما ذكرنا في مثال الكرم والسخاء يعني إذا صار الإنسان ربما في أول ما يطالب بالإنفاق ربما يبخل لأن من طبع الإنسان في الغالب البخل وسيجاهد نفسه فإذا صار عن نفسه وجاهدها وتكلف الإنفاق وتكلف الكرم أصبح الكرم له خلقا فيصير يستمتع بالإنفاق كما كان الطائي مثلا حاتم الطائي يعني لا يطيب له الأكل بدون ضيف ولذا يقول كما ذكروا عنه أبياتا جميلة يخاطب غلامه في الليل قل له أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا غلام ريح صر على يرى نارك من يمر إن جلبت ضيفا فأنت حر لأنه يستمتع بوجود الضيف هذا صارت السخاء والكرم طبعا وجبلة الله فالزكاء قد تصعب على الإنسان لكن إذا أصبح يصبح الله عز وجل يذيقه حلاوة إعانة الفقير كذلك الصوم الصوم الآن ونحن يعني نستقبل شهر رمضان المبارك يعني الصوم يطهر النفس يشعر الإنسان بضعفه الإنسان عندما يكون قوية البنية نشطا لا يشعر بالضعف البدني والضعف خلينا نقوله العضوي والفسيولوجي كما يقولون قد يغتر يعني يشعر بالاستغناء عن الله ربما غني ومعافى في بدني ونشط لما يجوع في الصوم يعني تنكسر نفسه لكن في المقلب الآخر في جدلية العلاقة بين العبادات وبين الأخلاق في المقلب الآخر هل يمكن اعتبار أن من يتعاطى الميسر والمقامرات مثلا معذرة يعتبر يصنف في دائرة ضعيفي الأخلاق أو من ذوي الأخلاق المنكرة والسيئة لكن قبل الإجابة عن هذا السؤال أريد أن أستدرك على ما تفضلت به قبل قليل وقلت أن الأخلاق هي تعامل الإنسان مع الناس هل هذا حصر للأخلاق؟ فقط هي الأخلاق تعامل الإنسان مع الناس أم تعامل الإنسان مع نفسه أو مع الحيوانات أو مع الجماد؟ لا ما وإحنا تكلمنا عن المعنى الخاص للدين ربما فاتنا أن أقول إذا عطف الخلق على الدين كما في الحديث الذي ذكرته إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فيختص كل منهما بمعنى في هذا السياق لكن إذا أطلق الدين فقط سيدخل فيه الخلق إذا أطلق الخلق بالمعنى العام أيضا سيدخل فيه حتى هناك بعض الناس مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياة إذن هناك أخلاق بين العبد وربه بالمعنى العام لكن كما قال العلماء في الفقير والمسكين مثلا إذا أطلق إذا ذكر الفقراء فقط مثلا إذا ذكر الفقراء فقط وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء أي الصدقات فيدخل فيهم المساكين لكن إذا عطف أحدهم على الآخر فيختص كل منهم بمعنى إنما الصدقات للفقراء والمساكين نعم لكن رطوة تحرير معنى الأخلاق أكثر هل مجالات الأخلاق تمتد لتشمل الحيوان والجماد هل التعامل مع الحيوان يدخل تحت عنوان بالمعنى العام نعم بالمعنى العام لكن بالمعنى الاصطلاحي الذي يتبادر إلى دهن أغلب الناس ممن يسمع كلمة الأخلاق سيتبادر إليه هذا المعنى الخاص لهذا معاملته مع الناس والمعاملة التي كما قلنا تنبعت من سجية يعني وطبع وجبلة في النفس تنبعت عنها هذه الأعمال نقطة مهمة يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال امرأة دخلت النار لأنها حرمت القطة لم تطعم القطة وحرمتها من خشاش الأرض أو خشاش الأرض حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض أو كما قال صلى الله عليه وسلم هل هي هنا تدخل النار بسبب سوء أخلاقها أم بسبب عدم امتثالها لأمر رباني يعني الله عز وجل أمر بالرحمة وهذه خالفت الراحمون يرحمهم من لا يرحم لا يرحم هذه القاعدة سواء كان للبشر أم الحيوانات أم غيرها فهذه كانت قاسية القلب لم ترحم هذا المخلوق الضعيف الذي أمر الله برحمته فعوقبت لم ترحم دخلت النار لو عدنا إلى العلاقة بين العبادات والأخلاق سألتك قبل قليلا عن الذي يأتي المنكرات والمقامرات والميسير وإلى آخره هل هذا يصنف تحت دائرة ضعيفي الأخلاق أو من ذوي الأخلاق المنكرة والسيئة يعني ربما في جانب لأن ربما إنسان يتعامل بالخمر الميسر لكنه شجاع مثلا نعم في الحرب فهو في جانب ربما يكون حسن الأخلاق نحن نذكر قصة أبي محجن التقفي يعني إذا سلمه الله من المعركة فخرج وقاتله أبلى بلان حسن ثم رجع فتاب وعفى عنه سعد وهو تاب عن شرب الخمر فهذا يعني خلط عملا صالحا وآخر سيئا يعني لأنه كما قلنا الحسن الخلق قد يكون بالمعنى المطلق متكامل الأخلاق يعني ولكن هناك من يكون يسيء في جانب ويحسن في جانب آخر فإذا أداه شرب الخمر مثلا إلى الاستطالة على الناس وهذا في كثير من الأحيان وظلمهم وسفك دمائم وكذا صار سيئا الخلق في هذا الجانب نعم حقيقة الموضوع فيه نقاط عميقة سنبحث عنها وفيها أفوا بعد الفاصل لو أذنت لأن أذهب إلى الفاصل نتوقف مع فاصل قصير ومن ثم نتابع الحديث يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 10730 أفقي إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي أسعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن العلاقة بين الدين والأخلاق والحديث دائما مع الأستاذ سامي الساعدي عضو مجلس الأمناء في هيئة علماء ليبيا أجد الترحيب بكم أياكم أستاذ من أين جاءت الأخلاق هل الأخلاق تواطأ الناس عليها أو تعرف الناس عليها وقبلوها سواء كانت الحسنة أم أنكروها ورفضوها السيئة منها هل جاءت من العقل أم من العرف المجتمعي أم أن الدين هو مصدر الأخلاق هنا هنا طبعا لابد أن نفرق بين أصول الأخلاق كما نقول مثلا الصدق كما نقول بر الوالدين مثلا كما نقول الشجاعة كما نقول الكرب فهذه أصول الأخلاق هذه متفق عليها بين العقلاء يعني الفطرة السليمة والعقل السليم يقود إلى أنها حسنة وربما نتطرق إلى التحسين والتقبيح أيضا لذي فيه جدل بين طوائف من الأهل القبلاء هل العقل يحسن ويقبح أم لا يعني فالحقيقة أن العقل له نوع تحسين وتقبيح وهذا هو الموقف الوسط بين مثلا الجدل الذي يحصل بين المعتزلة وبين الأشاعر مثلا المعتزلة يقولون أن العقل يحسن ويقبح وبالتالي فهو يقيم الحجة بنفسه حتى لو لم يأتك النص أو الدليل أو الرسول أنت مؤاخد بما أداك إليه عقلك عقلك يوجب أن الكذب قبيح فيجب أن تمتني عن الكذب ولو لم تعرف أنه محرم في الشر والأشاعر طبعا بالمقابل قالوا العقل لا يحسن ولا يقبح شيئا مطلقا وإنما يكتسب الحسن والقبح من الدليل الشرعي طيب الكذب الآن مثلا أو الجبن أو الغدر هل كان قبيحا قبل ورود النص الشرعي بتحريمه والنهي أنه أم لا هذا محل الخلاق الصحيح أنه قبيح الله عز وجل عندما قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهذه آية من أصول الأخلاق على فكرة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة إيتاء ذي القربة خصلة حسنة حتى قبل ورود هذه الآية حتى قبل الأمر الشرعي بها هي حسنة ولهذا أمر الله بها لم تكن قبيحة ثم بعد الآية هذه أو بعد الأوامر الشرعية انقلبت إلى حسنة لا هي حسنة فأكدها الإسلام وأمر الله سبحانه وتعالى بها لكن لا تقوم الحجة بمجرد التحسين والتقبيح العقلي وبالتالي الثواب والعقاب لا يترتب إلا بعد ورود الأمر الشرعي وبلوغه للمكلف وهذا هو الموقف الوسط فالعقل يوصل إلى أصول الأخلاق ولكن هناك مظاهر مظاهر شكلية تختلف من مجتمع إلى مجتمع ولم يحدها الشارع بحدود فهذه العرف له فيها مدخل مثلا تقرر في أصول الإسلام منابذة أو الانفصال أو التباعد عن التشبه بالفساق مثلا فنأتي مثلا في مجتمع من المجتمعات انتشر في عاداته الدنيوية في المظاهر أو في الملابس أو كذا أن هذا اللباس المعين صار شعارا في هذا المجتمع على طائفة من الفساق ولم يأتي فيه أمر ولا نهي لأنه شيء حادث مثلا ولكن لأن الناس تعارفوا في هذا المجتمع أن هذا السلوك أو هذا المظهر لا يفعله أصحاب الأخلاق الفاضلة وإنما يشيعوا في الفساق فهنا يؤمر المسلم باجتنابه من باب حسن الخلق فهنا يعني قضية أن الأخلاق نسبية من مجتمع إلى مجتمع هذه لا بد أن نوضح في هذه النقطة أصول الأخلاق ليست نسبية أبدا والنسبية للأخلاق هذا للأسف فكرة قديمة فلسفية من فلاسفة اليونان القدماء الصفصطائيين ومن سار على أو تأثر بهم إلى يومنا هذا أن الأخلاق نسبية لأن الصفصطائيين اليونان القدماء الفلاسفة يقولون أن الفرد هو معيار كل شيء ولهذا الأخلاق عندهم أيضا نسبية كغيرها ممكن هذا الخلق أن تتراه حسنا أنا أراه قبيحا فيكون حسنا في حقك وقبيحا فلا يوجد معيار ثابت عندهم لا لمظاهر الأخلاق ولا لأصولها إذن أصول الأخلاق يحددها العقل لا يحددها العقل والشرع أيضا يعني العقل والفطرة والشرع أيضا لكن يعني يقول المفكرون أنا لما تكلمت عن التحسين والتفكيح بينت يعني دور الشرع ودور العقل العقل إذا سلم من المؤثرات السلبية يصل إلى أصول الأخلاق أو غالبها دون تفصيلاتها لكن المجتمعات بشرية شهدت يعني سبقت قد التشريع ربما فربما يعني هنا الأخلاق يعني ربما حسنات أو قبحت بمعذل عن الشريعة وإنما احتكمت للعقل والعرف المجتمعي أليس هذا نعم ولهذا نقول لا يستقل العقل بتثبيت أحكام الأخلاق لكن الأصول العامة للأخلاق كما مثلنا الكرم الشجاعة الصدق الصدق الوفاء بالعهود يعني هذا يتفق عليه العقل أنه حسن نعم حقيقة في موضوع العلاقة بين الأخلاق والعبادات لم أشبع منه أنا لم أكمل أيضا لو في فرصة أكمل نعم في هذا السياب أريد أن أسألك ويمكن أن تكمل أستاذ سامي هل تنفصل العبادات عن الأخلاق بمعنى إذا ما كان المرء عاصيا لله فاسقا لكنه في الوقت نفسه يساعد الناس عنده نجدة الملهوف عنده الإحسان إلى الجار يتمتع بقيم أخلاقية رفيعة هل يثاب على أخلاقه وإذا ما كان الثواب له هل هو ثواب أخروي أم دنيوي إذا كان مسلما فالثواب أخروي أيضا يعني ورد في الصحيح ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أسرف على نفسه وجاءوا به في الحساب قالت الملائكة يا ربي هذا الرجل لم نجد له حسنة لم نجد له حسنة إلا أنه كان موسرا وكان يدين الناس فإذا جاءه معسر قال لغلمانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا فقال الله سبحانه وتعالى أنا أحق بذلك منه تجاوزوا عنه هذا الآن فيه خلق يعني مساعدة المسكين والتجاوز عن الموسر هو ليس له ما يرد ليس عنده ما يقضي به دينه لهذا الموسر فهو يتسامح يقول لعل الله يسامحنا على ذنوبنا وتفريطنا فالله عز وجل قال أنا أحق بذلك منه أنا أحق بالعفو منه تجاوزوا عن عبدي فهو يتاب إذا كان مؤمنا أما إذا كان كافرا والعياذ بالله فليس له ثواب أخروي ولكنه لا يظلم في الدنيا ولهذا كما جاء في الصحيح مسلم أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابن جدعان وهذا مات على الكفر يعني إن ابن جدعان كان يقر الضيف في الجاهلية فهل ينفعه ذلك يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئة يوم الدين فهو لا يتاب في الآخرة ولكن عدل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه جزاء في الدنيا من النعم من المال من الصحة من الرخاء من السعادة في الدنيا ولا يظلم ربك أحد ولكن في الآخرة ينطبق عليه قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من ثور لأن الله لا يقبل شيئا في الآخرة لا يتيب في الآخرة إلا المسلمين الفضائل أو مكالم الأخلاق أو الأخلاق الحميدة في المجتمعات كل المجتمعات الإنسانية هل هي حميدة بذاتها هل هي فضائل لأنها بذاتها أم أنها فضائل لأن الدين يأمر بها هذه تطرقنا لها يعني هي فضائل بذاتها متعلقة ولهذا أكدها الشرع ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق يعني كانت هناك أخلاق حسنة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وأكدها الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لإكمالها ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما وصفه ربه سبحانه وتعالى يزكي أصحابه وهذا يعني التربية يعني عقدية وأخلاقية وعلى فكرة أستاذ جهاد يعني الأخلاق في الإسلام ليست مبتوتة عن العقيدة وهذه ميزة لا توجد في غير التصور الإسلام كيف ذاك؟ يعني الآن الأخلاق يعني هي فيها قيود يعني الأخلاق تقيدك تقيد الإنسان عن الانطلاق في شهواته ونزواته واستمتاعاته حسنها وسيئها يعني ظالمها وعلى الأخلاق أم الأحكام تقيد؟ الأخلاق تقيد الإنسان فمما يساعد الأحكام أكدت هذه القيود يعني أحيانا الإنسان الوفاء بالعهد يكلفه تمنا في الدنيا مثل السموء كان يهوديا ولكنه أصبح مضرب المثل في الوفاء بالعهد وضحى بولده من أجل أن يعني يفي بعهده هذا تمن باهد يعني قليل من يتحمل ذلك أغلب الناس لا يتحملون ذلك ولكن العقيدة التي تجعل الإنسان يحتسب عمله يحتسب هذا الخلق الحسن عند الله تسهل عليه يعني هذا التقيد بالضوابط الأخلاقين لكن لو أذنت لأستاذ سامي يعني أنت قلت بأن الأخلاق هي التي تقيد وجاءت الأحكام الشرعية لتؤكد هذه التقييدات لكن ثمت من يقول لك إن القانون هو من يقيد الناس وليست الأخلاق لأن في بعض المجتمعات قد لا تكون الأخلاق صاحبة سلطة قوية قوية تردع الناس وتنظم حياتهم فالقدم هو الذي ينظم لا ليس وحده كل هذه العوامل يعني متضافرة تقيم تصرفات الإنسان ولهذا عندما يتكلم العلماء والكتاب والباحثون والمفكرون عن الفرق بين القوانين في الإسلام والقوانين في غير الإسلام الإسلام فيه قوانين فيه عقوبات فيه ضوابط للحقوق والواجبات فيه إذا صح تبير دستور بين الراعي والرعية يعني ولكن الإسلام لم يكتفي بذلك ولكن جاء الوازع الإيماني العقدي ولهذا يقول عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن هناك أناس تنفع معهم المواعد وهذا عامل مهم جدا يساهل يساهل انقياد الناس إلى القوانين لكن إذا كان القانون فقط الآن مثلا تحرم أشياء الآن مخدرات محرمة في أو ممنوعة في كل دول العالم بالقوانين ولكن هل استطاع العالم أن يقضي على آفة المخدرات لم يستطع لأن الجانب العقدي وما بني عليه من الجانب الأخلاقي مفقود يعني طيب فتتضافر كلها القوانين والجانب الإداري والسياسي مع الجانب العقدي الأخلاقي يتضافران على يعني أن يسيرا بالمجتمع إلى إلى السلوك وما زال حديثنا متصل في العلاقة بين الأخلاق والعبادات وأيضا متداخل مع مصادر الأخلاق يعني في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب عبد الله الأشج وقال له إن الله إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله قال ما هما يا رسول الله قال الحلم والأنات فقال أشيء حدث أم جبلت عليه بل قال بل جبلت عليه هنا السؤال يعني إذا ما كان الإنسان يثاب عن أخلاقه وهذه الأخلاق رزقها من الله سبحانه وتعالى فقد يقع الالتباس عند الإنسان كيف أنا أثاب على خلق رزقني الله سبحانه وتعالى في إياه لم أجاهد لاكتسابه بينما يؤثم الآخر على خلق أيضا سيء رزق من الله إياه هذا الجانب الأخير ربما إذا في وقتنا هذا له علاقة بعقيدة القدر عند المسلم السنين طيب نقف الأول ثم نعم نرجع لموضوع العبادات أنا مثلته بالصلاة والزكاة والصوم الصوم لعلكم تتقون هذه ثمرة من ثمرات الصوم يتمر التقوى وهي قمة الخلق كما يقول الطهر بن عشور في تفسيره يعني التقوى هذه جماعة الأخلاق أو قمة الأخلاق يعني رأس الأخلاق من المنظور الإسلامي نعم وربما حتى بعض الفلاسفة غير المسلمين يعني يشيرون إليها بشكل وبيع فالصلاة تنهى الفحشاء والمنكر الزكاة تطهرهم وتزكيهم بها الصوم لعلكم تتقون الحج الحج الذي وعبادة يظهر فيه الجانب الشعائري بصورة واضحة الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الحج تربية أيضا أخلاقية تمنع الإنسان من كثير من الشطط ومن النزوات ومن حتى الألفاظ يعني حتى الجدل الذي ربما يباح بضوابطه في غير الحج ممنوع في الحج الرفث الذي هو يعني ذكر قضايا النساء أو يعني مقدمات العلاقة بين الرجل وزوجته كله ممنوع في الحج يعني فهذه تربية أخلاقية إذن هذه أعظم الأركان العبادية في الإسلام واضح فيها الثمر الأخلاقية فضلا عن الأحاديث الكثيرة التي النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد أن يعني يزيل هذا اللبس المتوقع أن هناك انفصاما بين الدين والخلق ما من شيء أثقل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم يعني هذا كأن ربما الإنسان يجد عجزا عن قيام الليل ومجهدة النفس في الصوم في الحر وفي الأيام مثلا يعني فيجد نفسه ضعيفا أمام هذه العبادات قد ييئن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هناك باب آخر ربما الله عز وجل يفتح عليك ربما يفتح الله عز وجل عليك في باب حسن الخلق ما تعوض به يعني قصورك أو عجزك في الباب فهما يعني كفرسي رهان جميل النبي صلى الله عليه وسلم يعني معاذ متى رضي الله عنه يقول كان آخر ما أوصاني به النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أضع رجلي في الركاب عندما أرسله إليه قال يا معاذ حسن خلقك للناس أو أحسن خلقك مع الناس رواه مالك في الموطة وفكر هذا أحد الأحاديث الأربعة التي يعني بقيت غير موصولة عند ابن عبدالبر عندما شرح الموطة ولكن ابن الصلاح وصلها منها هذا الحديث يعني ذكر له ابن الصلاح يعني إسنادا موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قصة معاذ عندما ودعه النبي صلى الله عليه وسلم وكان آخر وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال له أحسن خلقك للناس وكذلك قوله لأبي در وغيره اتق الله حيثما كنت وأتبع السيات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا عهد له ولا دين لمن لا أمانة له يعني فضلا عن الآيات الأخرى الكثيرة التي تعتبر من أصول الأخلاق وقضى ربك الآيات العشر المعروفة آيات الوصية كما يسميها بعض السلب في سورة الإسراء التي بدأت بالتوحيد وانتعد بالتوحيد وضمت أخلاقا كثيرة من بر الإحسان إلى الوالدين من عدم ظلم الناس في الأموال والدماء في التواضع ودم الكبر ولا تمشي في الأرض مرحة وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وزينوا بالقصطاص المستقيم هذه كلها أصول في الأخلاق يعني أحاديث الحجرات سورة الحجرات التي جمعت بين الحسم والأدب الحسم في مواجهة البغاة والظالمين بالقوة وحسن الخلق مع أخيك المسلم لا يسخر قومهم من قوم عسى أن يكون هذه كلها ثمار لهذه الجبلات السجاية الخيرة التي صارت ملكة للإنسان لكن أستاذ السامي قبل أن أذهب إلى الفاصل وأرجو الاختصار من فضلك الأخلاق أعود معك إلى إطلاق الأخلاق مطلقة أو نسبية أو ثابتة أو متغيرة هل ما هو محمود عند قوم من الأقوام في زمن من الأزوام من الأزمان ينبغي بالضرورة أن يكون محمودا عند كل الأقوام وفي كل الأزمان كان كشرطي لأنه موضوعين منفصلين هل الأخلاق تتغير في نفس الإنسان نعم هل ثبات الأخلاق أن تغيرها بمعنى أريد أن أعطيك مثلا يعني الكرم حاتم الطائح عند العرب قد لا يجد له نظير عند الصينيين أو عند الغربين الأوروبيين مثلا لا يعرفون الكرم بهذه الصورة ربما يكون الكرم عندهم أن يدفع الرجل في المطعم عن زوجه مثلا الطعام لكن أصل الكرم محمود نعم دعنا من تفصيلات تطبيقاته ودرجته نعم لكن أصل الكرم متفق على أنه حسن لكن مختلف على طبيعة الكرم ونسبة كيفية نعم هذا صحيح لكن نحن أنا قلت تكلمنا عن نسبية الأخلاق قلت إنها ليست نسبية أصول الأخلاق ليست نسبية لكن كيفياتها تفصيلاتها أو بعض الأشياء التي يكتنفها العرف مثلا مثلا لو تعارف أهل مجتمع على أن الضيف إذا جاءك وجلس عندك في بيتك وأراد أن يغادر فمن حسن الكرم والضيافة ومعاملة وحسن معه أن تخرج معه إلى الباب هذا في كثير من المجتمعات فهذا يصبح من حسن الخلق ومن إكرام الضيف أن تخرج معه هذا تفصيلية جزئية قد تختلف من مجتمع إلى آخر لكن أصل إكرام الضيف حسن لا يختلف عليه العقلاء أنه حسن فسؤالك عن تغير الأخلاق وعدم تغيره هل تقصد النسبية هل هي نسبية مطلقة أم تقصد في نفس الإنسان ممكن البخيل يتغير لا لا النسبية والمطلقة هل هو ما هو محمود وحسن نعم وصول الأخلاق مطلقة وليست نسبية نعم وإلا قلنا أصبحنا على مذهب السفصطيين الذين ضيعوا المعيارية في الأخلاق لا يوجد معيار تابت لميزان الأخلاق يعني قالوا لأنهم جعلوا الفرد هو معيار والأفراد تختلف عقولهم وتختلف شهواتهم وتختلف بيئاتهم البيئة على فكرة يعني أحد مصادر الأخلاق سواء كانت سيئة أم حسنة ولهذا الإنسان ابن بيئته كما تقول قائد العلمية نعم نعم يعني الصاحب ساحب كما يقول والطبع سراق يعني المروا على دين خليله كما يقول المروا على دين خليله مثل الجليس الصالح والجليس السوء وذلك الرجل الذي قتل مئة نفس ثم تاب نعم ماذا قال له ذلك الرجل العالم ومن يحول بينك وبين التعب ولكن أخر اذهب إلى أرضي كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء لأن البيئة يعني ستؤثر في أخلاق الإنسان يعني إن حسنا فحسن وإن قبيح نعم أنا مضطرد أن أذهب إلى فاصل ثم نستكمل الحلقة نعوده بعد الفاصل الأخير إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر مواقع التواصل الاجتماعي مؤثرة في زمننا زاد اهتمام الشباب بالفضاء الألكتروني نعرض لكم أبرز المقاطع والأحداث نبحث دائما عن كل جديد في مواقع التواصل نستعرض ما يهمكم نقاشاتكم والقضايا التي تدخل في إطار اهتماماتكم في برنامجنا فرصة لآرائكم المتعددة أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة أستاذ سامي ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هذا الحديث يقود إلى السؤال عن موقع الأخلاق ومنزلتها في مقاصد الشريعة أعتقد أشرنا نحن إلى جزء كبير من هذا المعنى وأشرت إلى هذا الحديث أيضا أن هناك أصولا في الأخلاق وهذا يؤكد أن الأخلاق في أصولها مطلقة في الجاهلية والإسلام ولكن اكتنف الجاهلية طبعا انحرافات معروفة لكن مثلا الشجاعة الكرم يعني الوفاء بالعهد هذه الأمور يعني متفق عليها كانت النبي صلى الله عليه وسلم أكدها وتممها يعني مثلا هناك مفهومات خاطئة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحيانا يقر اللفظ الذي كان في الجاهلية ولكن يعدله بما أنعم الله به عليه وعلينا من هذا الوحي الرب مثلا أنصر أخاك ظالما أو مظلوما هذا كان في الجاهلية يعني أنصره ظالما أو مظلوما على ظاهرها النبي صلى الله عليه وسلم أثبت اللفظة ولم يغير اللفظ لكن جعل نصرة الأخذ في حالة كونه ظالما أن تكفه عن الظل نعم في هذا السياق فهذا تتميم لمكارم الأخلاق نعم في هذا السياق أستاذ سامي وأرجو المعذرة بما تتميز منهجية الإسلام في البناء الأخلاق في النفس البشرية؟ من أهم الميزات في التصور الإسلامي في موضوع الأخلاق إذا النفس أحيانا تتبرم في أحيان كثيرة تتبرم من القيود الأخلاقية لأن هذه القيود تمنع النفس من الاستمتاع بكثير من المتاع التي فيها ظلم للآخرين فيها اعتداء فيها تدمير لأصول الأخلاق فهذه القيود ما الذي يجعلها سهلة على النفس العقيدة والاحتساب والإيمان بالله واليوم الآخر؟ يعني مثلا قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه وعن أبيه كان داهية من دهات العرب قال في عبارة مشهورة وراءة قال والله لو لا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب يعني هو عنده قدرة على الخديعة والغدر لكن يعلم أن هناك ضوابط ويحتسب ترك الخديعة والغدر وخصة الأخلاق ودناءة الطباع يحتسبها لله سبحانه وتعالى لأنه مؤمن وهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها لو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالت العرب والله لا ندعو الخمر أبدا ولو نزل أول ما نزل لا تزن لقالت العرب والله لا ندعو الزنة أبدا ولكن أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنعر هذا هو الذي غير نفوس المسلمين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا رستم قائد الفرس في بعض يعني في زمن عمر رضي الله عنه عندما رأى جنود عمر وجنود الإسلام وكان يعرف العرب في الجاهلية كيف كان وضعهم يعني فقال كلمة يعني تعبر عن مدى غيظه وحنقه من هذا النظام الإسلامي التربوي الأخلاقي الحضاري الذي غيره نعم قال أكل عمر كبدي يعلم الكلاب الآداب حاشا الصحابة نعم هذه نظرة عنصرية نعم ولكن يبين لك كيف النقل التي لاحظها هو كيف كان المسلمون قبل الإسلام وكيف صار المسلمون أشكرك أستاذ سامي على ما أفضت به شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفنا الكريم المكرم الأستاذ سامي الساعدي عضو مجلس الأمناء في هيئة علماء ليبيا شكر الله لكم حسن المتابعة في حراسة الله وتوفيقه اشتركوا في القناة